السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي اليوم مجددا إن شاء الله وهذه الحصة مع حل أسئلة الفصل الثاني من الوحدة الثانية من كتاب الأحياء للصف العاشر نبدأ سوية بالسؤال الأول وهو سؤال اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي السؤال الأول ألف في أي دور تحدث عملية العبور في الانقسام المنصف الإجابة الصحيحة هي ألف الإجابة الصحيحة هي من ألف الدور التمهيد الأول بالمناسبة السؤال الأول هذا من الأسئلة الغير مطلوبة غير مطلوبة طيب السؤال الثاني ما عدد الكروموسومات في خلية ناتجة عن انقسام منصف لخلية جنسية عدد الكروموسوماتها 36 بدأ أنتبه يا عاشر ما زال قال لخلية جنسية إذن انقسام منصف زي ما هو حكي لي انقسام المنصف يعني ينصف عدد الخلايا إلى النصف عدد الكروموسومات إلى النصف إذن 36 قدش نصفها حيكون نصفها 18 إذن الإجابة الصحيحة هي 18 كروموسوم السؤال الثالث ما الجزء التركيبي في الحيوان المنوي الذي يحتوي على الميتوكندرية الإجابة الصحيحة هي القطعة الوسطى وأيضا هذا السؤال غير مطلوب إذن عندي رقم واحد ورقم ثلاثة غير مطلوب من الجزئيات الملغية السؤال الرابع ما الدور الذي يمثله الرسم المجاور لخلية تمر بالانقسام المنصف انقسام منصف بدي أتبع هل هو استوائي أول؟ باجي بتطلع الرسم بتوضح ليش إنه استوائي أول لأنه يا عاشر الاستوائي الأول تصطف فيه الكروموسومات بشكل مزدوج وليست بهذا الشكل با انفصالي أول الانفصالي الأول تنفصل وتسحب الكروموسومات كاملة نحو قطبي الخلية إذن خطأ إذن ألف خطأ وبا خطأ نيجي لجيم هل هو استوائي ثاني؟ هل الكروموسومات تصطف في وسط الخلية عند خط استوائي الخلية؟ أيضا لا بقي أمام اللي هو الجواب دال انفصالي ثاني حيث تسحب الكروموسومات اللي هي اللي بتنقسم يعني الكروماتيدات كل الكروماتيد نحو قطب من أقطاب الخلية إذن الإجابة الصحيحة هي دال السؤال الخامس ما المرحلة أو الدور من دورة الخلية التي يتم فيها تضاعف السنترومير طبعا الإجابة الصحيحة هي ألف لكن أيضا خمسة إذن واحد وثلاثة وخمسة من الأسئلة غير المطلوبة نيجي الآن للسؤال الثاني السؤال الثاني يقول وضح المقصود بالمصطلحات الآتية ألف الكروموسومات المتناظرة ياريت تكتبوا معي عاشر السؤال الأول ألف السؤال الثاني يا رب ألف الكروموسومات المتناظرة هي كروموسومات تمتاز بأن لها نفس الطول ونفس موقع السنترومير وتحمل جينات الصفات الوراثية على الموقع نفسه إذن كمان مرة هي كروموسومات تمتاز بأن لها نفس الطول وموقع السنترومير نفسه وتحمل جينات الصفات الوراثية نفسها على الموقع نفسه على الكروموسوم الآن نيجي للتعريف الثاني اللي هوباء الجاميطات هي خلايا تحمل نصف العدد من الكروموسومات للكائن الحي ومنها ذكرية مثل حبوب اللقاح والحيوان المنوي وأنثوي كالبويضات السؤال الثالث طبعا مش هجيبه لأنه غير مطلوب عملية العبور بالكامل محدوفة نيجي للسؤال الرابع السؤال الرابع ما عدد الكروموسومات في كل خلية إذا علمتي أن عدد الكروموسومات في الخلايا التناسلية الأولية للمبيض هي 46 ياريت الركز يا عاشر على هذا السؤال كتير كتير مهم من الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات النهائية بشكل كبير نشوف الحين الخلية الأم الأصلية 46 كروموسوم نيجي أولا لا خلية بيضية أولية اتفقنا خلال الشرع أن أي خلية تحمل كلمة أولية إذا تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات إذا البيضية الأولية 46 ليش؟ لأنها ناتجة عن عملية انقسام متساوي فيبقى عدد الكروموسومات كما هي با جسم قطبي الجسم القطبي في المخطط الأنتوي في تكوين البويضات نتجة عن عملية انقسام منصف إذن العدد الكروموسومات فيه سيكون العدد النصفي 23 كروموسوم خلية بيضية ثانوية أي خلية مكتوب جنبها كلمة ثانوية إذا تحتوي على العدد النصفي ليش؟ لأنها ناتجة عن انقسام منصف إذن سيكون 23 كروموسوم طيب نيجي للبويضة المخصبة البويضة المخصبة مازال جل بويضة ومخصبة إذن هي عبارة عن بويضة زائد حيوان منوي ومازال بويضة زائد حيوان منوي إذن إيش يا عاشر؟ إذن تحمل العدد الكامل من الكروموسومات 46 طيب لو قل بويضة فقط لو حكال بويضة فقط حيكون فيها العدد النصفي اللي هو 23 كروموسوم لأن البويضة المخصبة أصلا تنتج عن عملية الإخصاب اللي هي اتحاد قاميذ ذكري مع قاميذ أنثوي إلى هنا نكون قد وصلنا طبعا السؤال الخامس غير مطلوب زي ما حكينا لأن عملية العبور بالكامل هي غير مطلوبة إلى هنا نصل إلى نهاية حل أسئلة الفصل انتظرون إن شاء الله في الفيديو القادم وحل أسئلة الوحدة إن شاء الله دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته